السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا متابعين الكرام ومتابعين قناة التو أنفود إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة وراحة بال هنعمل النهاردة بان كيك بالشوكولاتة صحي جدا ومشبع حينفع للضايز سينك صحي وينفع فطار حلو جدا للأطفال للمدارس إن شاء الله تجربوه وتقولوا لرأيكم في التعليقات لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والأول مرة طبعوني تشيركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد هنجيب معانا بيضة بدرجة حرارة المطبخ وهنجيب كمان نص كوب لبن قليل للدسم وهنحتاج معلقة صغيرة بيكم بودر وخمس معالق دقيق شفان ده الشفان اللي بنجيبه من عند العطار وبنتحنوه في المطحنة بتاعة الخلاط يبقى دقيق شفان بالشكل ده ورشة قرفة وفانيليا ورشة ملح رشة بسيطة كده على طرف المعلقة الصغيرة هنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس كده بنكيك ده كده بنكيك الفانيليا اللي عايز يعملوا بنكيك الشوكولاتة هي يزود عليه كاكاو انا هحط معلقة صغيرة كاكاو خام بدون سكر وهنكمل تقليل كده اللي بيحب ياكل البانكيك معايا عصل ابيض مش هيحتاج يديف سكر كده ده القوام بتاعه لكن الناس اللي ما بتحبش العصل ابيض كتير ممكن نديف معلقة كبيرة سكر دايت وهنقلب كويس ونروح نجهز طاصة سخنة هندهنها دهنت زيت خفيفة بالفرشة حتى لو اي طاصة ما بتلزقش دهنها بسيطة ونبدأ ننزل على حسب حجم البانكيك ممكن نعمله ميني بانكيك صغير خالص ممكن نعمله وسط ممكن نعمله كبير ده كل واحد وحسب الرغبة اول ما تبدأ تبين الفقاعات كده وشكله يتغير يبقى هو كده استوى هنبدأ نقلبه وكمان هنلاقيه لقمش لازق من تحت هنطلعه معانا كده يبقى هو خلاص استوى ونقلبه طبعا ولو في اطاصة ما بتلزقش هيبقى كويس حتى للسلس دي متعبتنيش بس كده خلاص ده الشكل كده النهائي بتاعه طعمه حلو جدا ومشبع سناك صحي ممكن يبقى فطار ممكن الاولاد ياخدوا معهم مدارس ناخدوا معانا الشغل ان شاء الله تجربوه وتقولولو رأيكم في التعليقات لو عجبكم ما تنسوشوا اللايك والشير ولو اول مرة تتابعوني تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وطبعا لو كاننا اي حاجة فيها شوفان متعودين بعد ما بناكل بنشرب كبايتين مية بعد الاكل بنص ساعة عشان نستفيد من فوائد الشوفان والياف اللي فيه ما يعملناش امساك بل بالعكس بيعالج الامساك اشتركوا في القناة